بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على البجعة السوداء. بجعة السوداء. ايه بجعة السوداء دي? وفي حاجة اسمها بجعة السوداء. اه في القرن السبعتاشر كان فيه اعتقاد ونظرية قوية جدا بتقول ما فيش ولا بجعة سوداء. احنا شفنا كل البجعة طلع عبيض. احنا عملنا احصائية وشفنا مليون بجعة عبيضة. فهل حد عنده بجعة سوداء يا اخواننا مخبيها في البيت عنده? لا ما فيش. في القرن التمنتاشر بيكتشف استرالي الغربية فلقوا بجعة سوداء. مسكوها كده. فارخة ديوها لها بجعة? لا بجعة. شرحوها بجعة. آآ كلوها طعم البجعة. فاعني اللي هتتكلم كالبجعة وتمشي كالبجعة وتعمل كل حاجة. لا يمكن احنا نسميها حاجة غير البجعة. فبقى فيه بجعة سوداء. تمام? طب ده انا جايب لك مليون بجعة بيضة. ازاي انت ترمل مليون بجعة بيضة دول وتمسك في البجعة سوداء دول. لا ما انت بشو اخد بالك انت نظريتك ان مفيش اصلا بجعة سوداء. احنا جبنا لك اهو حاجة تثبت ان في بجعة سوداء. مدبنا احنا اثبتنا الموضوع دوت. يبقى خلاص. النظريت عدنا صح. مدام احنا جبناها واثبتناها وكل حاجة. زي لما واحد يقول ايه? مفيش وجود لتنانين. التنانين دي اسطورة مفيش وجود للتنانين. الوجود كل له الدنسورات. تمام? الدنسورات كانت عملاقة ومعروفة. التنانين فاربينها ان لها لها جناحين وبتطير وبتنفس نار. طيب انا جبت لك بقى تنانين اهوت عزام تنانين موجودة. مسيك اشار راحة وتأكد ان ما فيهاش تزييف وما فيهاش اي حاجة. يعني مش موصلين احنا جناحين اي حاجة تانية بالجسم بتاعه. اتأكد اه يبقى كده خلاص. لو حد عمل لو لا غدا تنفيش حد اثبت وجود التنانين. يبقى انت كده قدرت تثبت وجود التنانين. فيه الناس بتقولك فيه فيل ابيض في الهند. رحنا هند ودوار مش تلاقي ولا فيل ابيض. يبقى تديه النظرية غطأ. تمام? لو لقيت فيل واحد ابيض يبقى النظرية اتحققت. النظرية دي قوية جدا ويصدومها كتير جدا في الاقتصاد وفي السياسة وفي الحاجات دي كلها. ان ممكن تكون كل الادلة بتشير لحاجة. بينما في الاخر يجي عنصر يغير لك كل اللي انت كنت تفكر فيه. تمام? زي 11 ستمبر حاجة مرة واحدة حصلت بوازك كل الخطط. آآ مسلا سورة 25 ناية ما كانش حد متوقعها. قبلها بكم يوم غير لما حصل سورة توريس فبدأ الناس تتوقع انها تتحصل في مصر. لاني بقى فيه امل انها ممكن حاجات زي كد تنفع. اثناء والوجود في المدان كان الناس متوقع ان احنا انا قلت شخصيا متوقع ان الوقت في المدان 8-9 شهور. بس آآ حصل حاجة في الابواب المغلقة. ندى نقول البجعة السوداء رح ايجي حصل يعني ما حصل ومشي حسن مبارك في الفترة ديت. تمام? فهي دي مجدوع البجعة السوداء. ان حاجة واحدة تيجي تغير كل الموضوع ديت. تمام? ففي السياسة والاقصاد مش معقول ان هم يعطوا توقعوا كل حاجة. تمام? يعني مثلا الاقصاد بتاع مصر. احنا عندنا الثقة ان الرئيس هيجي بواز كل حاجة ويخربها. تمام? هو شغال في الموضوع ده الله ينور اللهم لا حسد. فممكن تحصل حاجة غريبة. انها هو حاجة تحصل في السلح حاله ويبدأ يصلح في البلد. بس احنا مش نعد نتوقع بقى ان يجي قامرة الفضائي والحاجات دي كلها. لازم احنا يكون عندنا الفعل نفسه وشد الفعل. لازم احنا نكون اقوية ونقدر نفكر بقوة والحاجات دي كلها ونبش هنتنبأ بكل الحاجات اللي مستحيلها تحصل. بس احنا نقدر نتحكم في الامور. تمام? زي مسلا من كم يوم كانت انتخابات بين ترامب وكلينتون. اكدت بالنسبة واحد سعين في المية هو اللي هيكسب. بس كالناس حاجات بسيطة كده بيعملوها في بيشوفوا اخر حاجات. تمام? انا كتبت كلمة البجعة السوداء. تمام? بش انا عايزة كلينتون الفوزي الفرق من كلينتون وترامب هما اللي اتنين عايزين يحلبوا الخليج ويحلبوا الشرق الاوسط. بس ترامب عمره ما شغل في السياسة بيعرف شغل في المصارعة. فهيجي يدوك كل حاجة وبش هدوك فلوسه اللي الاعلى لما في خلكه واركبوه. وبلطجة. تمام? هو ده هيبقى اسلوبه. لكن لنت انك هتيجي هي اقتحك ده حكة تبتسمي ابتسامة. آآ تبدأ تتكلم سياسية وانقتصادية وحاجات زي كده بتقدر تاخد اللي هي عايزة. تمام? فده الفرق بين الاتنين. آآ من ضمن حاجات برضو اللي ممكن بنشتغل فيها على الموضوع البجعة السوداء. آآ الملحد ما بيجيبش اي دليل على عدم وجود اله. ما فيش قرية كتب كتير جدا في موضوع الالحاد وفيديوهات كتيرة واثنائي الشتر كتير وحاجات دي. فيش واحد عنده دليل واحد. وعنده شبهات في حاجة مش فاهمها. الاغلب ان هو في عنده شبهة. وبيروح للشيخ الشيخ كل اللي عامله ان هو حافظ جمعية. ما يعرفش ان هو يرد عليه ومدرسي. تاني مثلا بتكلم في الفلسفة بتكلم في العيوم. فباش قادر يرد عليه. هو مفروض يروح للشيخ يكون طالد تخصصه. يكون عارف الموضوع على الشبهات دي وقدر رد عليه. طيب. هو دلوقتي كل اللي عنده شبهات. بينما مسلا المؤمن بيبقى عنده مسلا مليون دليل على وجود الله. يبدأ يقول لك مسلا طب شايف السماء طب شايف الشجرة دي طب شايف كزا طب شايف كزا. يبدأ يجيب له ادلة كتير جدا على وجود الله. طيب هل الملحد عنده ودي طبعا بجع السوداء يعني. ان احنا جبنا عملين يجيب لك ادلة على الوجود. انت مش قادر تجيب ولا دليل على عدم وجود. بينما انا لو جبت لك دليل واحد على الوجود. يبقى خلاص انا كسبت. ما دمت انا جبت لك دليل واضح وصريح وما بوجدش اي يوم نقشة على الوجود. انت بتقول لا مش موجود وبش تجيب اي دليل. فده من ده من العجيب. هو الملحد لو هو عايز يثبت عدم الوجود. ممكن يجيب منطقة فاضية خالص ويخلام كل حاجة حتى الهوى. ويستنى كده لحد ما يبدأ نشوفها حقيقة. فقال له شفة الحياة نشأت من الفراغ. آآ فموضوع البجع السودة ده هتلاقيه في حاجة كترة جدا. فآآ برضو حطه في دماغك وانت بتضموه في التنبؤ للمستقبل. هل الموضوع ده ممكن نحصل لو ما حصلش. في بعض النظريات زي مسلا الرجل عاشر او كده بتساعدنا في ان احنا آآ نقول مسلا آآ ده هيحصل مين اللي هيفوت في الانتخابات مين اللي هيعمل كزا مين اللي هيعمل كزا بس تظل موضوع البجع السودة قوي طول ما احنا ما عندناش سيطرة واحنا رد فعل للامور. ما عندناشش فعل ما عندناش اي نهضة ما عندناش كوة اقتصادية فالله المستعين حاول تكره في موضوع البجع السودة دوت وهتلاقي موضوع شايق ان شاء الله.